مرحبا بكم جميعا تحيير الأحرار في المغرب وخليل المغرب كيف ما كنا نعرف حاليا كينا أزمة مائية في المغرب يعني النظام المغريبي خلق واحد الأزمة وبدأ كي يصدرها للشارع المغربي لأن هذه الأزمة ديال المياه في المغرب ولا ديال الماء في المغرب هي نورمال يعني بحالة تقول النظام المغريبي سيستغلها للوصول إلى جيوب المواطنين إلى جيوب الفقراء هذا هو الهدف من هذه الأزمة لأن الأزمة كان من المفروض ولا شيء عادي أن النظام ولمسؤولين أنهم يقومون بوجود الحلول لهذه المشكلة بدون ندخل الشعب في هذه القضية لأننا كنعرفوا أن دور الشعب المغربي في تصريف المياه ماشي كبير بالزعب إذا جينا نأخذ مثلا الصناعة والاستهلاك العائلي الاستهلاك الأسري ديال المياه في المغرب والاستهلاك الصناعي في المغرب ما غيره 23% من الاستهلاك العام ديال المغرب من المياه بالعكس كنلقوا 80% من الاستهلاك المائي كنتمشي في الميدان الفلاحي وهو أكبر أول ميدان الكبير الذي يقوم بالقضاء على الفرشة المائية خاصا في الظروف يعني اللي كنعرف فيها المغرب يعني إجافار يعني ما كناش شتاء لأنك نعرف المغرب يعتمدوا على سقوط الأمطار يعني المغرب دولة فلاحية المغرب مازال كان سنو شتاء هي اللي تجي باشدك الماء ديال الشتاء هو اللي سنسقيو به هو اللي سنعيشو به هو اللي سننرو به يعني هذه القضية خاصنا نأمنوا بها يكذب عليكم شي واحد يقول لكم مرأة المغرب يعتمد على صناعة المغرب أولا دولة صناعية أولاك يعتمد على الصادرات الصناعية أولاك يعتمد على تقنيات جديدة أولاك يعتمد على تصدير السيارات أولاك يكذب عليكم المغرب ما زال دولة يعتمد على التساقطات المطارية إلما تشتيج الجفاف المغرب المغربة ستكون لديهم مشكلة حتى انه خرجون الناس في عدة مدن يتظاهرون على هذا القضية النظام المغربي سيجلقى هذه الفرصة لكي يحاول اوصل على عاود الجيوب المواطنين لان النظام المغربي يفرح كثير من اللي يجلقى شي وسيلة اللي يتبسس له الجيوب المواطنين لتفقير المواطنين او سيربحوا شركات المياه شركات المياه اللي كان عارفوه سيزيده في الثمن المياه سيزيده في الثمن ان السوق العالمي مثلا وان العالم يعرف ازمة يعني سيحاول يضحكوا على الشعب المغرب هذا القضية يعني سيزيده في الأجور سيزيده في تمال الماء وفي الأجور هذا هو المشكلة الخطيرة في المغرب يعني دائما نحاول النظام المغريبي والمسؤولين في المغرب دائما نحاولوا كيف يوصلوا كل الجيوب المغربة ولكن المغربة نظار مغربي ضحكا عن الإنسان الواعي إنسان الواعي في المغرب لا يوجد إنسان عالية في الاقتصاد إنسان عادي يبقى يضحك في القوالب النظار المغربي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا خبر يشهد المغرب حاليا أزمة مياه من المفترض أن تتفاقم في المستقبل القريب وتعود مشكلة ندرة المياه إلى معادلة زيادة الطلب وتراجع مستوى هطول الأمطار خلال الأعوام الأخيرة وفي حين لا يتعدى استهلاك الأسر والقطاع الصناعي من المياه مجتمعين نحو 20% يعني الاستهلاك الأسري والقطاع الصناعي لا يستهلكوا إلا 20% من المياه في المغرب ترتبط أزمة ندرة المياه في المغرب بشكل مباشر بمجاري الذي يستهلكوا لوحده نحو 80% من مياه البلد سمعته 80% من المياه التي يتم تفيد من المياه الفلاحية الريد والأفوكاة والدلاح والبطاخ هذه المواد التي لا يستفيدون منها يعني هذه الفلاحات تصديرية يعني تلك الناس أصحاب الشقارة التي يضرب الفلوس يأتي وينشف المياه المغاربة وكي يمشي بها المواد في أوروبا وكي يحصل على الأملة الصعبة قلتك مع ذلك أربعة عقود من اعتماد سياسة تشييد السدود لضمان الأمن المائي بدأ المغرب خلال الأعوام الأخيرة في تنويع برامجه الحد من أزمة ندرة المياه وإصدار قوانين تضمن الحق في الماء لجميع المواطنين جميل جدا دائما ذلك اللعبات المواطنين تحاولوهما يقعدوا ذلك اللعبات المواطنين ذلك المصطلحات الزوينة ولكن في نفس الوقت رغى يقولوا لي عارتو شنو رغى نزيدوك في 8 روبيني قد تبقى القطرة اللي خلص عليها قد تخلص عليها سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئ المغربي بأندق نقص الخطر في عام 2019 من وضعية ندرة المياه إذا تذكروا أنا درت تقريبا في السنوات الأخيرة السنوات الخمس سنوات اللي باست معاقلت الخمس سنوات لأربع سنوات درت اشتري تاتات الفيديوات لأربعات الفيديوات كي هدر على ملاعب القولف في المغرب اللي كتجاوز الآن ملاعب القولف في المغرب الآن كتجاوز 50 قولف تصوروا لمساعات سنوات ملتجاوز المساحة والغيل يجب أن يصبح الغازوه يتسقط كذلك لبقى الغازوه يجب أن يصبح الغازوه يجب أن يصبح الغازوه يجب أن يكون نظره، يجب أن يكون عضوين تصوروا اللي ملاعب القولف في المغرب كلها قد تسقى هناك بعض الناس سيخرج سيقول لك أدي الملاعب دير الغولف سيسقيهم بالمياه المستعمالة الكذوب الملاعب في الغولف المغرب لا تسقى بالمياه المستعمالة كانت تجربة التي داروها في مدينة مراكش ولكن المياه المستعمالة يكون عندها خطار على الأرض على التربة لأن المياه المستعمالة مثلا المياه المستعمالة غالبا تكون فيها مواد كيموية تكون فيها مواد غير صحية للطربة غير صحية للأعشاب هذه المياه مثلا دارو تجربة مثلا في أمريكا القو أن هذه الطربة تتسقى بالمياه المستعمالة رغم أن تتعالج هذه المياه تتعالج يدمنها بعض المواد ولكن رغم ذلك تبقى فيها مثلا للمواد الصابون بحل المواد الكيمويات والمواد التي تقوم بالمستشفيات والمواد التي تترين من المعاميل هذه مواد صعود Anti-m kaikki وز phones أنها تختطى الملاعب يتزوج أنها ت Ohhh plus ترتفوق لعشب هذا الشيء لماذا في امريكا انه متانع انه يبقى ويسقيه مثلا بلاعب القولف ولا اي حاجة مثلا بالمياه المستعملة لانها تسبب خطر على البيئة وعلى التربة هذا الشيء لماذا يكدب عليك شواحة المغرب يقول لك يستعملوا المياه المستعملة يعتبر وقال مجلس انه عندما تقل المياه التي يتوفر عليها بلد ما عن 100 متر مكعب للفرد فانه يعتبر في وضعية خصاص في الموارد المائية اما في المغرب فان الوضع قد اصبح مقلقا على اعتبار ان موارده المائية تقدر حاليا باقل من 650 متر مكعب للفرد سنويا مقابل 2500 متر مكعب سنويا 1960 ومن المتوقع ان تقل لهذه الكمية عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030 وش خبارك ممكن شوحديين شناس مثلا ذو الليك يعجبهم يمصوا الدماء ديال المواطنين ولا ديال الشعوب ما كرهوش انه مثلا ما ما يبقاش في المغرب ويبقاوا يستوردوا الماء وهو ما هاد الناس غادي ديروا شركات اللي غايبقاوا لاستيراد المياه والله العادي ممكن شناس شركات كيف يفكروا فهذه القادية غايبقى يقول يمشي عن الدولة يقول لا عارتشنو أنا نبقى نستورد لكم المياه الصالحة للشرب وغايبقاوا يستوردوا المياه من دول أجنابية ولا يبقى يصنعوا المياه ويبقاوا يحتاكروا السوق ديال المياه كانين الناس كيف يفكروا بهذه الطريقة انه يتمنى العطش المغرب كله المغربين يبقوا يعانون من العطش باش هو يبقى يفتح شركة باش يبقى يبيع المغربة المولو يبقى يستورد المولو بقى مثلا يدير شركة للربح عن طريق العطش ويوضح المجلس ان بعض الدراسات الدولية تشير الى ان تغير المناخ يمكن ان يؤدي لفقدان 80% من الموارد المائية المتوفرة في المملكة خلال 25 عاما مقبلة معتبرا انه على الرغم من تناقصها المطرد فان الاستهلاك المفرط للموارد المائية لا سيما المياه الجوفية يتزايد في المغرب من دون تقييد صارم بما يقصده القانون لاستغلال الموارد المائية فضلا عن الضحف المسجل على مستوى فعاليات آليات المراقبة مذكرا بان بعض المدن المغربية شهدت في السنوات الاخرة احتجاجات شعبية بسبب تواصل ضائرات العطش وصعوبة الوصول الى الماء الصالح للشرب في وقت تستمر فيه في مدن اخرى باستخدام مياه الشرب لسقل مساحات الخضراء بالاضافة الى استمرار وجود بعض الضراعات المتطلب ومتطلبية الكثير من المياه واذا تكون يدعم نظام المغربية لا ا看 مفئنة المكيفة شهدت لتصدير المواد الفلاحية حتى يقوموا بكن causes وما رأه لا قوت على فهذا الفكرة لا يستطيع المسؤول المغربي في رأسه انه مثلا ينقاطع ويبدل مثلا الشركة ديانه التي تعتمد على تصدير المواد البلاحية سيقوم بها بشركة دربية شحل أخرى لا 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 يعملون سيقوم بحرور أخرى الذي سيقوم بها في الدولة يستعمل المياه لتجعل الشركة ديانه لم يكن مستجد المسؤول المغربين سيقوم بحرور أرضاه الحقيقة قال مغربة عنو من العاطش فهي سيقول أيضا أصحاب رؤوس الأموال المغاربة ومن ذلك المال هاداك مدارهش ويبقى شخص ويقوم بكتابة ويبقى الزلتها مشكل ويقوم بقاوم بسهارة فالنخر من الذين ستغيرها المواطن هو اللي غادي يمشي فيها كيفما كنت سمعوا أن الدولة مثلا تدير مخطاطات وكذلك القوي البات وكذا ولكن هذا شي كله يبقى غير حبر على ورق لأنك نعرف مثلا الرباعة دي الأخ النوش ورباعة وكلهم ناس يعني لا يعرفون واحد اللي كيسرق جيوب المواطنين مثلا اللي يدخل مثلا الملاير على ظهر المواطن المغريبي واشهد الإنسان مثلا ذاك المواطن إنسان المواطن المغريبي الفاقير واشهد الإنسان مثلا عنده القلب ولا عنده مثلا دم اللي غادي يفكر أنه مثلا يفكر فهذا المواطن في هذه الظروف نعم المسؤولين المغاربة كلهم جيين من طينة وحدة وهو المسؤولين المغاربة كلهم عندهم فكرة وحدة وهي استغلال المواطن وهي هذا المواطن يعصابيرون المواطن المغريبي ليس مواطنا ولكن شي حاجة لزيدة شي حاجة لنابتة في المغرب الهدف هو الاستغلال لأن المسؤولين في المغرب والناس اللي حاكمين المغرب كيف يباليهم المواطن المغربي بحالة شزرق ولا شي عشبانة في المغرب فهم دي كي يكبر غير يستغلوه ونهار ما غير يبقى يستغلوه رغضية إما يموت والله يمرض والله سميته راكم مش لش نواقع المستشفيات لاستغل في المستشفيات اتجار في الأعضاء البشرية الاتجار في البشر راكم مش لشتو المغرب يعني المغرب يعني كان عياء أنا نبغي لقى شي حاجة مثلا بالنسبة للمغرب زوينة بالنسبة للمواطن مش مثل تقولي على العمران ولا مثلا العمارات والطرقان وكذا هذا كذلك ضرورة في أي بلاد خاص باش الدولة تكون دولة خاص بكون فيها بنية تحتية ولكن الخطير في الأمر وهو أنها الدولة اللي تكون يعني تتغور فيها البنية التحتية ولكن المواطن ما زلت يعاني جميع الويلة يعني احتدك الأجر المحترم اللي من المفروض خاصة الدولة تعطيه لي اللي هو حقه اللي كي يجي من الخيرات ديالي البلاد ما كيتوصلش به يعني كماش مثلا هذا المسؤول غادي فكر في هذا المواطن هذا هذا الشيء نقول لكم أنا المواطن المغريبي والإنسان المغريبي خاصة الناس الفقاراء هم عبارة عن جماد ولا أشياء ولا أشجار يعني كنت نبت في ديك البلاد تستغل أبسع استغلال وهذا هو الواقع ديال المغربي هذا هو الواقع ديال شنو كي وقال المواطن المغربي وفي ضل يعني هذا الخمول وهذا النعاس ديال الشعر المغربي ما غاد يكون تغيير يعني لما كانت مثلا وحد من مهضة جماعية ديال الشعر المغربي باش يخرج من هذه الظروف هذه بالعكس الوضعية غادية وكتتكفي سنة بعد سنة كانت مثلا الشعب كتنهض الشعب كتنوت كتتطالب الحقوق ديالها وكتت يعني كتتت تأخذ الحقوق ديالها بجميع القوة ولكن احنا في المغرب كانت سنة المسؤولين وكانت سنة وعاشا المالك وكانت سنة المالك يدخل باش يعتنى الحقوق ديالنا بالعكس كانت لقوا أن المالك راه هو المسؤول على جميع الويلات اللي واقعها في المغرب اخوة الأخوات الله يحفظكم من العطش والله يعطيكم الشتور والله يعطيكم الماء والله يعطيكم الخيرات والشي اللي غادي نتمنى لكم وإلى فيديو آخر والسلام عليكم